سأل بعد كده من حساب محمد عياد بوله هو رسم الاشخاص حرام ولا لا الرسم مش هو التصوير اللي ورد اللعنة فيه في الحديث التصوير اللي ورد فيه اللعنة في الحديث ده التمثيل الكاملة للشخص بالاحكام الطبيعية اللي مقصود بيها العبادة اي شرط من الشروط دي يختل يبقى مش هو ده طب والرسم الرسم اللي هو الرسم بالايد ده اللي انا ارسم الاشخاص ده جائز جائز ليه لان العلة كانت في التحريم انه ينفخ فيه هو في حد اوه ممكن ننفخ في القرأة فالطير اه لكن ينفخ فيه فيبقى يطلب منه النفخ في الروح فيحيا يعني ولا يحيا لاصلا لان الرسم ده زي وزي الرسم زي وزي التصوير الفوتوغرافي ده شيء مسطح مفوش اي ابعاد للانسان يبقى اذا هذا الرسم جائز وليس حراما ولا يدخل فيه هذه الحرمة التي تتعلق بالتمثيل الكاملة التي بالحجم الطبيعي والتي تعبد هو دات الممنوع لكن غير كده ليس ممنوعا